أعتقد توتنم لعب بجدية واضحة جداً من بداية اللقاء ما شكناش في لحظة أن توتنم سيب الجين يعني أكيد وده اللي احنا كلمنا عليه قبل بداية المباراة طبعاً قبل أي حاجة هارد لك لجمهور أرسنل سيزن للتاريخ جمهور أرسنل لازم يفخر بالفرقة بتاعته بالمشروع اللي بده أرثتها لكن منافسة منشستر سيتي بقت حاجة صعبة جداً احنا بنتكلم مسم 2021-2022 منشستر سيتي 93 ليفربول 92 منشستر سيتي مسم 18-19 ليفربول 97 نقطة سيتي البطل بـ 98 نقطة فاعتقد سيتي دايماً في اللحظات المهمة والمباريات المصيرية اللي زي دي هو ما يغلطش التوفيق لعب دور كبير جداً مع أورتيجا وزي ما انتكلمت ربضرة النفاعة يعني بالنسبة لجوارديولا اللي شوفناه في كرة سون لو جات له كرة 100 مرة هيحطها 99 وهيضيع حفظي سوق حظ كبير جداً بالنسبة لجمهور أرسنل بقى يعني مش بيكلم بالنسبة لتوترنم توترنم عمل مباراة كبيرة جداً قدر يقفل على كل مفاتيح لعب منشستر سيتي جوارديول اتقفل عليه بشكل كبير جداً شوفنا دي بروين في الشوت الأول تقريباً مش موجود فودن كان نفس القصة هلن كان معزول بشكل كبير جداً فان دي فان قدر ان هو يقفل الجبهة اليومنا بشكل قوي جداً على برناردو سيلفا وعلى كايل ووكر لكن الشوت الثاني شوفنا توتنام ما كانوش بنفس الثقة اللي كانت موجودة في الشوت الأول وقدر منشستر سيتي ان هو يلعب على تفاصيل صغيرة جداً من برناردو سيلفا لدي بروين دي بروين من غير ما يبص لهالند في الشباك الخالية الجن ده يتحمله من وجهة نظري يشايف ان فيكاريو كان يقدر ان هو يطلع من مرمى ويعترض سكة الباص يعني خصوياً كان فيه ثلاث مدافعين كمان من توتنام كانت غريبة جداً دوكو كانت تغييرة موفقة بالنسبة لجوارديولا بشكل كبير ان هو قدر ينزل وان هو يستحوز على الكورة ويدي متنفى شوية لفرقة منشستر سيتي على الجانب الايصر في المجمل منشستر سيتي دخل المباراة دي كان هائي ما كانش الطرف الافضل في المباراة لا تكتكياً ولا كمان كافراد يعني احنا لو تكلمنا على نجوم المباراة انا من وجهة نظري شايف ان فيه اكتر من نجم للمباراة من توتنام مش من من منشستر سيتي انا بالنسبة لي مثلاً صار عمل مباراة جيدة جداً فاندي فاند عمل مباراة جيدة جداً يمكن شوية مادسن كان ليه ادوار دراجوسن كان هايل دراجوسن كان هايل بالظبط وكان يعني بيلعب بمنتهى الثقة وليل الكورة اللي انقذها في نهاية الشوت الاول بيلعب معهم من اول السيزن بشأنه هو ده اول تالت ماتشة بالظبط بس المباراة النهاردة كشفت ان ما عندهمش ان توتنام ما عندوش بالظبط ما عندوش يعني فاكرة المهاجم والعمق جوا منطقة الجازكة يعني البودلاء مش على مستوى الاساسيين كم كبير من الاصابات بس الناس الوقت احنا بنتكلم حتى في نص الملعب يعني بنتنكور اللي هو اللعيب الاساسي زي ما اتكلمنا كان متهور بشكل كبير جداً هو كولوسيفسكي يعني هي الفكرة بين تنكور وكولوسيفسكي مش عشان بشجع ليفانتوس وشوفتهم ليفانتوس هم لعيبة متوسطة المستوى بشكل كبير جداً شوفنا حتى كمان كولوسيفسكي لما نزل كان فرصتين في منتهى الخطورة ممكن الاولانية كان فيها بدلوك بالضبط بس هي بيمين وهو اليمين بتاعته ضعيفة جداً التانية كان فيها سازة كبيرة جداً كبيرة جداً